محاولة جديدة من اثيوبيا لفرض سياسة الامر الواقع في ملف سد النهضة فعلى لسان وزير خارجيتها تبنت اديس ابابا لهجة تصعيدية بالقول ان اي قوى داخلية او خارجية لن تمنعها من تنفيذ مراحل انجاز السد وبشأن المفاوضات اعتبر الوزير الاثيوبي ان المحادثات الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان حول القضايا القانونية بشأن سد النهضة توقفت بسبب انها بعيدة عن التوافق بل واتهم مصر بمحاولة التلاعب بالمفاوضات كذريعة للحد من حق بلاده في سد النهضة الاثيوبي بحسب وصفه تصريحات الجانب الاثيوبي جاءت في وقت اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان صحفي ان مصر انخرطت في المفاوضات بحسنينية على مدار عقد كامل موضحا استعداد مصر الدائم للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق يحقق مصالح الجميع ووجه التحدي لايثيوبيا باستئناف المفاوضات فورا حالة اعلانها الالتزام بتعاهداتها الدولية بعدم الملء الاحدي وبشأن الحديث عن الخيار العسكري كان الوزير المصري اشار في حديث لاسوشييتد بريس الى ان بلاده لم تتحدث عن مثل هذا الخيار طوال السنوات الماضية لكنه لفت الى انه حال فشل مجلس الامن في ايقاف مساعي اثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل فسوف تجد مصر نفسها في موقف يتعين التعامل معه وسوف تكون صريحة وواضحة للغاية في الاجراء الذي ستتخذه وتوقفت محادثات سد النهضة مرة اخرى الاربعاء الماضي لكن هذه المرة قبل نحو اسبوعين فقط من البدء المتوقع لملء خزان السد حسب ما اعلنت اثيوبيا منفردة بالقرار